وزي ما المهندس شريف الأراني تكلم نقعد يا جماعة نقعد بهدوء بس وبزكاء وبعلم يعني ايه يعني مثلا ملاحظ في ناس عايزة هيا بنا ننطقم هيا بنا نحرق كل الناس تتحاسب وكل الناس تشنق واحدة واحدة يا جماعة مادان كده أيوة لازم بقى في حساب الحلاج دلوقتي انت كنت رايح وتصرف على اتحادك كذا الرقم دوت عشان انت كنت واعد بميداليا معينة البطل من الأبطال فانت محققتش ده محققتش ده ليد فانهما عندون تحاسب حلو بهدوء بس الهدوء ده انا بقوله ليه مش عشانا مش متدايق انا عايز كل الأبطال اللي شاركوا ياخدوا ميداليات متدايق احنا النهاردة فرحانين فرحة مش طبعية يا سلام لو الفرحة دي كانت طول الأوليمبيات كل يوم بنفرح يا سلام بس نتحاسب بهدوء ليه عشان نفسي نعرف اخطأنا يبقاش الموضوع انت قامي فقط نعرف اخطأنا عشان ما نقررهاش طب يا فرحتي جبنا سين او صاد وقالنا له معليش بقى ايه رايح انت شوية انت مش تبقى موجود معنا الفترة اللي جاية وانت هتتحاسب حساب عسير وانت هيحصل فيك وحصل فيك وحصل فيك ماشي طب اللي بعد كده ايه وممكن سين ده يتشال صاد يبقى زيه او اسوأ منه انا بس عايز نبقى ايه مرتبين في القصة دي يا ما سمعنا على الليجان ومحاسبات وسمعنا تفاصيل كتير ايه وش ومنقرر الاخطاء لا احنا نقعد نقول والله احنا عندنا مشاكل في تدريب الابطال بتوعنا فنحل المشكلة دي والله عندنا مشاكل في تجهيز الابطال دول نفسيا ومعنوان عشان لما يخشوا في منافسات صعبة جدا زي دي يعرفوا يتعاملوا معنا نفسيا انا النهاردة وش صارة سمير انا هبكي انا بشفك عليها ده احنا قاعدين بنتفرج ومتوترين جدا بقول الله يكون فعونك فده لازم كان فيه تجهيز فني نفسي ومعنوان وده حصل معاها والدليل انها قدرت تاخد الفدية بقى الابطال ما حصلش معهم كده نقعد ونتكلم يا جماعة نكلم بعض شوية ونقول اخطاءنا فين ونحل الاخطاء مش لازم بالضرورة اللي اخطاء ده يبقى مجرم ممكن ما كانتش قاصد او مش مؤهل او في حد يعني اتحط هو في المكانة دي غلط مش شرط هو يكون مجرم فلو سمحت معلش انت اخطاء طفوح اتنين تتاة اربعة هنشوف حد اصلح يتولى هذا الملف بعد كده عشان خاطر نضمن لمصر المدليات الهدوء ده بس شوية ونحسن النواية ولو فيه اخطاء كان فيها سوق نواية نشول عليها برضه ونقول خدوا بالكو يا جماعة فلان وفلان وفلان كان سايق النية وقزى بعساتنا المصرية يلا بينا شوف بالصيغر اللي بكلمك بيها دي بشوية هدوء عشان نعرف نحل انا بالنسبالي انك تحل احسن او افضل لي او اولى بالنسبالي من انك تتبح وتعدم وتشنق وتكسر وتهدق دي ماشي يعني بقى عمالة عبر راحتك بس نبقى عندنا خطة للي جايش مش تنضع عند ضايع وقت في الخناء هنا ونسيب الخطة للي جاي دا دي نقطة مهمة